ازايكو يا احلى متابعين في الدنيا يارب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة هعملوكو طريقة البسكوت النشادر هتكون طريقة بسيطة جدا مفاش اي مشكلة ومفاش اي تعايدة ولا فرش مننا ولا بوز ولا اي حاجة طالع معانا زي الفل مفوش اي غلطة وتابع معايا المقادير بقى اكواس جدا وتعالوا بقى نشوفها اتعملت ازاي معايا كيلو دقيق منخول ومعايا كوباية ونص سمنة من العلبة وكوباية ونص سكر بودرة منخول ومعايا اربع بضوات زي ما انتو شايفين ومعايا معلقة بيكين بودر ممسوحة ومعايا نشادر ممسوحة وربع كوباية لبن دافي تعالوا بقى هنشوف بقى هنحط ايه الاول وامشي معايا خطوة بخطوة وان شاء الله يطلع معاك يناجح جدا وما تنسيش بقى اتصلي على رسول الله ودلوقتي هنبتدي هنحط دلوقتي ايه هنحط الكوباية ونص سمنة من العلبة على طول متحطهاش في التلاجة من العلبة انا عايزها من العلبة على طول عشان انا دلوقتي هخليها كريمي انا دلوقتي شغالة بالطبق انا بوريكو بيدوي مش بمضرب ولا بعجان ان انا معنديش عجان اصلا بعمل بايدي على طول ووريكو الطريقة اللي انا بتعامل بيها الصراحة هتكون طريقة سهلة جدا ومش متعبة ومش معقدة وان شاء الله هيتطلع معاك يفولة ولا فرش ولا باز ولا اي حاجة ومشاء الله طالع ما شاء الله الله اكبر زي العسل اه زي ما انتو شايفين انا بقلب كده السمنة زي ما انتو شايفين بدوبها كويس جدا بخليها كريمي انا بشتغل بايدي ايديكي ما شاء الله هي العجان بتاعك اه زي ما خليكم معايا خطوة بخطوة وهيطلع معاكو ممتاز جدا زي ما انتو شايفين اهو ادعاكي كويس جدا السمنة قلب بيها كويس كده وبعدين هحط ايه حط الكباية ونص سكر بدرة منخول وقلب كويس كده عشان يبقى لونه كريمي قلب بيبقى شوية حلوين عشان يبقى كريمي انا بعملكو بطريقة اجدادنا الصراحة احنا بنعمل كده كنا بنعمل كده في الاعياد وفي الافراح ما شاء الله بنعمل كميات ما شاء الله يعني بتبقى زي الفل وبصي بقت لونها جميل ازاي بقى لونها كريمي وجميل ازاي اهو ما شاء الله لونها فاتح جدا لونها فاتح معايا خالص وهنا جمانة بتساعدني ربنا يا رب يحروسها يا رب هي واختها حنين ربنا يحفظهمني يا رب واستنوا بقى منهم تحديات قوية جدا وحاجات قوية جدا ادعمونا بلايك واشتراك في القناة ادعمونا بجد يا جماعة وقفوا جنبنا عشان نكبر بيكم بإذن الله و بجد انتوا احلى عيل عندنا طبعا هنا بحط بيضة بيضة لو حطيت الاربع بيضات مرة واحدة بجده يتعبوني في ايدي شوية لكن انا بحط بيضة بيضة عشان تنجز معايا وتخلص بسرعة او زي ما انتوا شايفين فاضل واحدة بقى وكده خلاص الاربع بيضات بتوعي انا حطيتهم انا حطيت ايه في الاول حطيت كوباية ونص سمنة كوباية ونص سمنة من العلبة على طول ودعكتهم شوية وبعدين حطيت كوباية ونص سكر بدرة منخول وبعدين اعاد تقلبهم شوية غاية ما بقى لونهم كريمي وبعدين بحط الاربع بيضات زي ما انتوا شايفين اهو بسو ما شاء الله لون هفتح ازاي لون فتح جامد جدا ما شاء الله ايديكي ما شاء الله يعني عجان الوحدة ما شاء الله اللهم مبارك لو ما عندي جيش عجان يعني مش هنعمل لا هنعمل ما شاء الله ونعمل كل حاجة اهو انا هنا دلوقتي انا حطي هنا طبعاً اربع بيضات انا عندي الا كياس الفانيليا دي انا قلت نعملكوا الحاجة بالطبيعية الى هو ممكن اي حد ما يلقيش مثلاً الفانيليا الخام قلت عملوكه بالكياس طبعاً هنا بالفانيليا الكياس انا حطة سبع اكياس سبع ازرف سبع كياس فانيليا انا حطهم من الازرف اللي انتوا شايفينهم دون لو هتعملي بالفانيليا الخام يبقى حطي معلقة معلقة صغيرة معلقة شاي عشان طبعا هي بتبقى مركزة جدا حطي معلقة مليانة من الفانيليا عشان طبعا البيض وكده عشان انا طبعا هنا مش حتى ولا ريحة جوز هند ولا ريحة موز ولا ولا اي روايح ولا ريحة بورتقان انا عملاه بطبيعته وماشاء الله يطلع جميل جدا ولا مزفر ولا في اي حاجة وطعمه حلو جدا اه زي ما انتو شايفين انا حاطت بقى جومانا حاطتلي الفانيليا اللي بك كويس عشان المقاديرس معايك وما فيش حاجة بوز منك خليك يماشي معاي في خطوة بخطوة وان شاء الله هيطلع معايك ناجح جدا ومش معقد ومفوش اي حاجة متعبة بتسلي نفسك بجد انت اكنك بتسلي نفسك كده في البيت وماشاء الله بتعملي حاجة تفرحي بيها عيالك وتفرحي بيها اهل بيتك وبجد هيشرفك ما شاء الله هيطلع جميل جدا ومش هيفرش معاك بجد والله المقادير اللي انا عملها دي كلها ممتزة جدا حطي بس كل حاجة نفس اللي انا عملها ونفس المقادير اللي انا عملها انا هنا بعمل على كله دي انت المقادير ده براحتك دعا فيها براحتك اهو انا بالمي العجينة بس انا بالمها مش بعجن انا بالمي المقادير بتاعتي في بعض اهو زي ما انتو شايفين انا بالمي مش بعجن وطبعا هنا معايا ربع كباية لبن دافي انا طبعا دفته وهحطي دلوقتي فيه المعلقة الكبيرة النشادر الممسوحة معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر عشان تعرفي ان النشادر بتاعتك مظبوطة ولا لا انت بتعملي الخطوة دي بص يعمل ايه بيفور معاك بقى كده اول ما يفور معاك اعرفي ان النشادر بتاعتك مظبوطة جدا وانتو بطلع لك البسكوت بتاعك ان شاء الله ناجح جدا انت بس المقادير اللي انا عملاها دي المظبوطة على كيلو دقي امشي بيها هتلاقي الحاجة بتاعتك طلعت مظبوطة جدا انا عملا لكم مقدور بالكبايات Wickmek مطق عشان. طبعا اي بيت طبعا اقترية البيوت معندهاش الميزان. معانده مش ميزان زي الصراحة. عندهم كبايات. انا باعair بالكبيات ومشي بالكبايت دي من زمان جدا. وبعير بيها وما شاء الله بتطلع معي زي العسل. اfolkو زي ما انتم شايفين هاتو. انا بالمي العجينة برضو مش بعجن. البسكود مش بحتاج عجين. البسكود بيحتاج مش بحتاج عجني بيحتاج ان تلمي بس العجينة. اها و زي ما تشاهدين ما شاء الله بصوا العجينة بقت ما شاء الله جميلة ازاي ونعمة وجميلة جدا اهو ما شاء الله مبارك بساش انت عرفي ان الباسكوت بتاعك ناجح انا بوريكم ان الطبق ابتدى ينضف شايفين ابتدى ينضف ازاي اول ما تحسي ان العجينة ابتدت ان هي تتشال من ايدك وما تبقاش موجودة في ايدك ويبقى خلاص الطبق ما شاء الله زي ما انتم شايفين بصوا الطبق ما شاء الله ابتدى يلمعه مفوش اي حاجة ملزقة بصوا انا بريكم انك تعرفي ازاي اللي عجينة بتاعتك اللي هي مزبوط عشان تبقى ماشي معاكي كويس جدا في المكنة اهو بصوا انا بلمهالكو في ايدي وبعدين بفتحها كده بتشقق معايا دي الطريقة المزبوطة اللي انت هتحطيها طبعا في المكنة بتاعتك المكنة اليدوية اللي هي تعطيب بسكوت اللي هتعملي بيها كده ما شاء الله الطريقة مزبوطة جدا والطريقة نجحة جدا وهيطلع بسكوت معاكي ناجح جدا طبعا انا هنا بعمل بجهزهم بجهز للمكنة بتاعتي بجهزهم معايا كده بدلا ما اخد من الطبق على طول لا انا بجهزهم في طبق عشان انا هحطهم اريحهم في التلاجة شوية لازم تريح العجينة بتاعتك لمدة ربع ساعة او نس ساعة عشان تقدر تشتغل بيها في المكنة بتاعتك اهو زي ما انتوا شايفين انا بجهزة عشان خاطر ان انا عاملها في المكنة مكنة البسكوت ايه مكنة البسكوت اليادوي وما تغطهاش هتقولي ان هي بتنشف وكده لا انا عايزها هتبقى ناشفة تكة بسيطة قوي عشان تبقى تمشي معايا في العجينة ايه طبعا احنا الجو حر جدا ومحتاج ان هي بس تبقى ناشفة معايا شوية عشان خاطر تمشي معايا في المكنة بتاعتي وتبقى ماشي معايا كويس جدا وما تبوزش مني ولا تسيح اهو زي ما انتوا شايفين هنا جمانة طبعا بتساعدني ربنا يا رب يحرصها لي ايه وحنين بنش طبعا حنين كانت نايمة ساعدها بصوا ما شاء الله البسكوتة طالعة ازاي اللهم بارك جميلة جدا طبعا الصاجة ولا ما دهونا زيت ولا ما دهونا سمنة ولا اي حاجة ان هو ما شاء الله مليان السمنة بتاعته ما تخفيش مش هيلزأ خلص في الصاجة بتاعتك بصوا ما شاء الله الشكل طالع ازاي اللهم بارك طالع جميل زي ما انا هحطه في الصاجة زي ما هو هيطلع معايا ولا فرش معايا ولا اي حاجة وطالع ما شاء الله جميل جدا بجد عملنا بقى شاي بقى بعديها وصراحة ما شاء الله اللهم بارك عملنا شاي بقى واللي بنات بقى غمزوا وما شاء الله كان بيدوب دوب كده اهو زي ما انتو شايفين ما شاء الله لما بارك طالع زي العسل طبعا اللي الجوز منك رجعيها تاني واعمليها من الاول ما تحطيش اي حاجة وخلاص اهو ما شاء الله طالع زي العسل وهيطلع جميل جدا يا جماعة بجد الطريقة دي ممتزق جدا ونجحة جدا امشي معايا بالمقدير المزبوطة اطلع معاكي زي الفل زي ما انتو شايفين انا خلصت دلوقتي صاجة وما شاء الله باقي معايا اهو ما شاء الله باقي معايا تاني هعمل برضو صواني تاني برضو وحطها في الفرن اهو زي ما انتو شايفين الكمية اللي بتاعتنا الكمية اللي احنا عملناها على كيلو دي هيطلع علينا اتنين كيلو وشوي يمكن تلاتة كيلو كمان يعني الكيلو ممكن يطلع علينا تلاتة كيلو من البسكوت بجد هيطلع ما شاء الله معاكي ولا فرش مني ولا بوز ولا اي حاجة حصلت له حطوا لايك بقى واشتراك في القناة ودعمونا كتير 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 وقفوا جنبنا بجد انتو اجمل عيلة عندنا والله ربنا واحد والعالم انتو اجمل عيلة عندنا بجد لقينا الدعم منكم احسن من عيلتنا بجد والله العظيم وفيه ناس من عيلتنا برضو بيدعمونا وبيقفوا جنبنا بس الصراحة لقينا الدعم منكم انتو اكتر ولقينا انتو تقفوا جنبنا بجد وان شاء الله هنجبر بيكو هنوصل لمية الف مشترك ان شاء الله ثقتي في الله وسقتي فيكو باذن الله وهنوصل باذن الله هنوصل انتو قدها والله انتو قدها. قدها ان شاء الله و هتوصلوني. هتوصلوني المية الف مشترك. بازن الله. حطونا بقى لايقات كتير ودعمونا كتير جدا يا جماعة وقفوا جنبنا بجدة لشي نعملكو احلام عندنا. نعملكو كل حاجة. هنعملكو اكلات جميلة ونعملكو بقى تحديات ونعملكو ديكورات والله كل حاجة بازن الله. اه زي ما انتو شايفين ما شاء الله انا قربت اخلص بقى الكمية اللي عندي. طبعا هنا جميلة. جميلة هي اللي بتساعدني. يا رباني يا رب يحرصها يحرص لكو اولادكو يا رب. طبعا انا خلاص قربت اخلص الصونية دي. الصاجة بتاعت الفرن قربت اخلصها وهبتدي بقى في الصواني التانية. ما شاء الله انا معايا كمية حلوة. لما انت تكوني حط الحاجة في الفرن وما فيش مكان في الفرن وفيه باقي عاجينة معايكي حطيها في التلاجة لغاية ما العاجينة مثلا البسكوت اللي حطاه الفرن يخلص واكملي الباقي. عشان ما يسيحش منك البسكوت. عشان دمعنا احنا في الجو حر وبيسيح مننا في سرعة. وهو ما شاء الله ولا هيسيح منك ولا هيحصل فيه اي حاجة. بس برضو للتأكيد حطي الحاجة بتاعتك برضو في التلاجة. لو تبقى معاكي عاجينة. انت اصلا ممكن العاجينة دي كمان تغطيها. تغطيها وتاني يوم ممكن تعملي بها عادي جدا. ما شاء الله طلع معاكي زي الفل. ما فاش اي غلطة. زي اكنيك لسه عاملها دلوقتي حالا. وبالعكس اتبقى كمان احلى من دي كمان. ما شاء الله بتطلع معايا الواحدة والله جميلة جدا. اللهم بارك زي العسل. زي العسل بجد. يا جماعة هتشوفوها لما تطلع من الفرن ما فرشتش خالص زي ما حطتها زي ما طلعت. المقادر دي مظبوطة جدا. المقادر دي نجحة. بقى لي كتير بعملها. مش اول مرة الواحد يعملها. يعني بجد. امشي مع المقادر المظبوط وتطلع معاكي نجحة جدا. جدا. حطوا لايك. حطوا لايك واشتراك في القناة. حطوا لايك. حطوا لنا لايك. شايفاك وانا شايفاك وانا مش بتحطوا لايك. حطوا لايك. معلش تأخرت عليكم في البسكوت والكحك والغريبة. تأخرت بجد عليكم كان نفسي عاملهم بدري بس كان التليفون مش مساعدني والله يا جماعة سامحوني. والحمد لله هو التليفون الحمد لله كويس تمام? الزبط معي. وبايت ان انا اصور به. اهو زي ما انت شايفين الحمد لله انا خلاص كده خلصته ودخلته الفرن واستوا معي. خلي بالك منه كويس جدا عشان ما يتحرقش منك ويطلع محاكي مظبوط. بصوا ما شاء الله بتتكسر معي ازاي? ولا نشفة ولا فيها اي حاجة. ما شاء الله طالع زي العسل. بصوا جميلة لونها جميل خالص. ده لون المناسب للبسكوت عشان يبقى ليه طعم حلو معاك انت وبتكليم. وبجاد طالع طعمه خيال. بالهانة والشفة على قلوبكم. ودعمونا كتير جدا. وحطوا لايك. واستنوا بقى مني الفيديوهات جديدة ان شاء الله وديكورات واكلات وتحديات ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير. سلام.